والسلام على الشهداء والسلام على أولئك الأحرار الذين روّوا بدمائهم أرض بحرين الحبيبة وصعدت أرواحهم إلى ربها تهتفوا بالحرية وتلعنوا أولئك القوم الذين عادوا الحرية وعادوا الشعب وخلقوا في البلاد من المشاكل ما لا يحصى أولئك قوم رأوا الجنة بأعينهم فتوجهوا إليها راغبين بقرار وليسوا مكرهين أبدا وهذه الذكرى التي نحن بصدر إحيائها اليوم إنما هي الذكرى الخامسة والعشرون منذ أن سقط أول شهدين بالرصاص الحي في المواجهات في السابع عشر من ديسمبر من العام 1994 خرج هؤلاء بعد 12 يوما من اعتقال سماحة الشيخ علي سلمان في الخامس من ديسمبر من ذلك العام في تلك اللحظة التاريخية كان الشعب البحراني قد استيقظ على واقعه المر بعد سنوات من القمع والاضطهاد وأدرك أن من حقه أن يطالب بعودة دستورة وأن تكون الحرية أساساً لوجوده وللعلاقة بينه وبين حكامه خرج هؤلاء احتجاجاً على اعتقال سماحة الشيخ علي سلمان فما كان من أولئك الطغاة إلا أن وجهوا نيران حقدهم عليهم فسقط الشهيد هاني الوسطي في جد حفص والشهيد هاني خميس في السنامس في ذلك اليوم في ذلك اليوم بدأ تاريخ جديد وحدثت أول انتفاضة عملاقة منذ عقود استمرت ستة عوام ولم تنتهي إلا بعد إرغام الطاغية على تقديم شيء من التنازلات التي تخلى عنها لاحقاً لكنه في البداية قدم شيئاً من تلك التنازلات وفي مقدمتها إطلاق صراح السجناء السياسيين في الخامس من فبراير من العام 2001 وأيضاً وعد بإصلاحات وبجعل الحاكمية للدستور على الميثاق وأن أي تغيير في ذلك الدستور لن يحدث إلا وفق المادة 104 التي تنص على ضرورة أن يكون هناك مجلس وطني منعقد لكي يجري أي تغيير في ذلك الدستور كما أيضاً أكد على أن المجلس الشورى لن تكون له حاكمية وإنما هو للشورى وأن المجلس النواب المنتخب سيكون هو صاحب التشريع هذه من بركات الانتفاضة المباركة التي قادها سماحة الشيخ عبد الأمير الجمري رحمه الله الذي توفي في السادس عشر من ديسمبر عام 2006 رحم الله الشيخ الجمري فقد كان رجلاً ميدانياً وقضى في السجن حقبة من الزمن ثم خرج وما هي إلا سنوات حتى لقي ربه وما أكثر العلماء الذين شاركوا في تلك الانتفاضة ونتظر في هذه الليلة الشيخ علي النتشاس الذي استشهد في السجن بالإضافة للشهداء الكبار بالإضافة للشهدين المذكورين ونذكر بعض تلك الأسماء الكبيرة التي لمعت في تاريخنا الشهيد حميد قاسم الشهيد حسين العشيري الشهيد عبد القادر الفتلاوي ونضال النشابة وسعيد الإسكافي وآخر الشهداء في تلك الانتفاضة في العام 98 كان هو الشهيد نوح آل نوح الذي اختطفته المقابرات العسكرية وخلال يومين رمت بجثته مضرجة بالدماء تلك قصة حية ماثلة في الأذهان لكنها كانت مقدمة لما سيحدث لاحقا حيث رأينا ما حدث في الرابع عشر من فبراير من العام 2011 والطاغية والطغاة عموما لا يتعلمون الدروس فلولا مقتل الشهيدين هاني الوسطي وهاني خميس في السابع عشر من ديسمبر من العام 94 لربما لا أدري لكن لربما لم يكن للانتفاضة نصيب من التواصل من الاشتعال لكن الدماء من عادتها أن تتحول إلى وقود يحرك الثورات ويشعلها وهذا ما تكرر عمله في الرابع عشر من فبراير عندما خرج الشباب البحراني متضاهرا ومحتجا ومطالبا بالتغيير فكانت الرصاصات الأولى تخترق صدر الشهيد علي عبدالهاديم شيمع ليكون أول شهداء الثورة المباركة المضفرة إن شاء الله وفي اليوم التالي كانت الشهادة وساما على صدر الشهيد فاضل المتروك وهكذا تواصل سقوط الشهداء حتى بلغوا حوالي 200 شهيد بين رجل وامرأة بين شاب وشيخ ولا ننسى استشهاد والد الشيخ حسين ديهي أيضا شهيدا في هذه الانتفاضة والثورة المباركة والتالي نحن أمام تاريخ مضمخ بالدماء تاريخ كتبت حروفه بدماء أولئك الشهداء الذين نحن هذه الليلة بصدد استذكارهم هل ننساهم؟ أيجوز لنا أن تغمض عين لنا؟ وهؤلاء قد وسدوا الثرى وعائلاتهم قد دمرت معنوياتهم بالحزن على فراقهم وإن كانوا فخورين بتقديم أبنائهم شهداء على طريق الحرية ما أكثر أولئك الشهداء؟ هذا البلد الصغير كأن له يحتمل هذا العدد الكبير من هؤلاء الذين يسقطون اتباعا ولم يتوقفوا ونحن نتحدث عن الشهداء سقطوا قبل أقل من ستة شهور أيضا في ثلاثة في يوم واحد اثنان منهم بالإعدام والثالث في تشييعهم تشييعهما في ستة وعشرين أو كذا أو ثمانية وعشرين من يوليو الماضي ذلك اليوم التاريخي أيضا الذي أكد أن هؤلاء الطغاة لن يرعوا يوما ولن يتوقفوا عن إراقة دماء الأحرار ودماء الأبرياء هذا ما حدث تواضيا وحاضرا هذا الطريق الذي بدأ للمرة الأولى بسقوط أول شهيد في الحركة الإسلامية وإن كان قد سقط قبله عدد آخر من الشهداء هذا الطريق بدأه الشهيد جميل العلي الذي استشهد في الخامس من مايو من العام 1980 في ذلك اليوم اهتزت البحرين خصوصا بعد أن رأى المواطنون المغاريز التي اخترقت جسده الشريف والصور الحية التي ما تزال ووجودة على الإنترنت تحكي قصة معاناة ذلك الشاب على مدى ثلاثة سابيع تقريبا بعد اعتقاله ربما في العاشر أو الحادي عشر من أبريل في إثر التظاهرات الكبيرة التي عمت البحرين احتجاجا على إعدام العالم الكبير الشهيد السيد محمد باقر الصد في العراق خرجت الجماهير محتجة على سفك دماء عالب عملاق فكانت النتيجة اعتقال أكثر من 150 شخصا وسقوط أول شهيد منهم هو الشهيد هاني الشهيد جميل العلي وبعده كريم الحفشي في غضون شهر بعد ذلك الصور في شهر ستة أو شهر سبعة من ذلك العام وتبعهما الشهيد جمال العصفور وأيضا الشهيد لاحقا محمد حسن مدن ورضي مهدي إبراهيم وآخر الشهداء في الثمانينات كان الدكتور إسماعيل العلوي في السيد العام ستة وثمانين وبالتالي نحن أمام تاريخ طويل من سقوط الشهداء تباعا بدون أدنى حق وهؤلاء لم يكن أحد منهم يحمل سلاحا هؤلاء الذين نتحدث عنهم جميعا تقريبا حتى في الثورة الأخيرة لا أتذكر أن أحدا منهم قتل وهو يحمل السلاح أو وهو يوجه طلقاته إلى شرطة الشغاب أو إلى المرتزقة لكن ذلك الحق ذلك الرفض رفض الحرية رفض الكرامة رفض حرية البلاد البلاد التي استبيحت بالأجانب التي جاء بالقوات الأجنبية بالجيوش الأجنبية من كل حدب وصوب لاحتلالها حتى هذا اليوم ما زال هؤلاء الطغاة يأتون بالأجانب لاحتلالها هؤلاء لا يرعون في دماء الناس ولكنهم يواصلون غيهم مع ذلك إيماننا بأن دماء الشهداء ستبقى دافئة وستظل تروي مسار الحرية والنهر الذي يروي الضمأة والعطاشة الراغمين والمتلخفين للحرية التي ينشدونها منذ عقود منذ أكثر من مئة عام منذ العام 1922 حتى اليوم أقول أننا نحيي هذه الذكرى شعورا منا بالواجب الإنساني والإسلامي والوطني والواجب تجاه إخوتنا وأولادنا الذين سقطوا في مضرجين بدمائهم في ميادين الحرية تباعا بهذه المناسبة التي قصيدة بمناسبة عيد الشهداء للشهداء عيد يفخر الشعب به قيامهم والآخرون قعود وعلى فساد الظالمين شهود نجوم إذا ما عمن الليل والدجا بدور وباقي العالمين الرقود عناون للتاريخ تكتب قصة بأنهم ضد الطغاة شهود شموع تضيء الدرب يوم كريهة حياة لشعب صامد ووجود رياحين في تلك الخمائل ضوعت سمانا فنسمات الشهادة عود تباركة الأملاك عند وصولهم إلى الله يحدوهم إليه صعود سلوا قنبرا والهانيين وفاضلا ونوحا فهم عند الإله خلود مشى موكب المجد المؤثل مسرعا لتحضنه حور هناك وغيد فإن جئت أهليهم تعانق ذكرهم فقل لهم إن الشهيد سعيد وكفكف دموع الثاكلات وقل لها بربك لا تبكيه فهو شهيد بربك يا دنيا الأماجد هل لي مودعة من هم ضبا وأسود قوافل نحو المجد سارت بأهلها يناغي سراها قائد ومقود هناك استقرت روح كل مجاهد وأضحى لها في الخالدين وجود ثاروا على الزمن الرديء بوثبة فهم الضراغم في الوغى وأسود وثبوا وما مرت بهم سنة الكرى هيها تينعس فارس سنديد لله در الثائرين فإنهم عند النزال أشاوس وصمود رجال هم والظالمون عبيد عمالقة صلب الجنان حديد من غابر التاريخ كان وجودهم لكن منهجهم في الحادثات جديد تغير معنى الحب عند قدومهم فهم في الهوى أهل الشهامة صيد عشقوا بتلك المرهفات صليلها فكأنهم يوم اللقاء رعود وما عرفوا غير النضال سبيلهم لنين للعلى فالثائرون صمود أتدرون معنى أن يجاري شبابنا رياح التحدي يغتدي ويعود شعل تضيء طريق شعب ثائر لتزول عنه محنة وقيود هم أقسموا أن لا يجاروا ظالما وهم الذين على الوجود شهود أحلامهم ورد ومطلعهم شذا عوق الشهادة بالحياة يجود وشمائل الأحرار تحكي أنهم نور وأن جلالهم مشهود حملوا على تلك الأكف حياتهم مين الشباب الصابر المحمود عبروا من الدنيا لعالم خلدهم مثل البراق يطير حيث يريد طيروا كما شئتم فأنتم بعدها لا قيد يرهبكم ولا أخدود ناموا على نغم الشهادة بالهنى واستمتعوا إن المنام مديد ستظل تجهلكم أوال بحبها مرحى لكم إن الشهادة عيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر